موسيقى كيف يمكن لرسالة 75 بايت أن تعطل نظام الـ iOS؟ انتشرت في الآوينة الأخيرة ثغرة تسببت بانهيار نظام الضحية وتوقفه عن العمل وقيامه بعملية إعادة التشغيل مرات متعددة في بعض الأحيان وهذا بسبب سلسلة نصية تمت صياغتها بعناية مستغلة ثغرة موجودة في نظام التشغيل iOS في الواقع فإن هذه السلسلة ليست كبيرة الحجم فهي مكونة من حوالي 50 محرفا مقسمة إلى 3 أسطر مكتوبة بمحارف لاتينية وعربية وسينسيكريتية وهندية بالإضافة إلى محارف CJK وهي محارف مستخدمة في كتابة اللغة الصينية واليابانية والكورية يمكن إرسال هذه السلسلة برسالة نصية ما يجبر الجهاز على القيام بعملية إعادة التشغيل في حال محاولة فتح الرسالة عن طريق لوحة الإشعارات تتلخص الثغرة بقدرتها على جعل التطبيقات المعتمدة على مكتبة كورتكست الخاصة بآبل تنهر بما فيها نظام التشغيل OS X يمكن استخدام هذه السلسلة النصية أيضا لجعل الترمينال الخاص بنظام التشغيل ينهر تم اكتشاف الثغرة لأول مرة عن طريق مدون على موقع ريدت في يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر مايو وذلك بعد استلامه لتلك الرسالة على هاتفه ما أجبر الهاتف على القيام بعملية إعادة التشغيل لاحقا تبين أن الثغرة موجودة أيضا في ساعة آبل وغيرها من الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS في الواقع فإن المشكلة ليست في الحروف العربية نفسها بل في مكتبة كورتكست التي تتعامل مع محارف اليونيكود التي تقوم بترميز هذه الحروف الكورتكست هي المكتبة التي تساعد التطبيقات على إظهار النصوص على الشاشة للتعامل مع هذه الرسالة تحاول مكتبة كورتكست الوصول إلى جزء غير متاح من الذاكرة ما يجبر نظام التشغيل على القيام بعملية إقاف قسري للبرنامج الذي يحاول القيام بهذه العملية يمكن أن يكون هذا البرنامج برنامج المحادثة النصية أو الترمينل أو كما في هذه الحالة شاشة الإشعارات التي تعد جزءا مركزيا في نظام التشغيل يمكن الالتفاف على هذه الثغرة عن طريق إقاف الإشعارات في شاشة القفل في حال لم تصلك الرسالة إلى الآن على الرغم من كونه إجراء غير مليح لكنه حل وقائي جيد تعمل آبل حاليا على إصلاح هذه الثغرة وطرحها عبر تحديث قادم في حال وصلتك هذه الرسالة فإن أفضل إجراء يمكنك القيام به حاليا هو أن تطلب من سيري قراءة الرسائل غير المقرؤة ثم أن تطلب منه أن يجيب على هذه الرسالة بعد إجابة سيري على الرسالة يمكنك فتح تطبيق الرسائل وفي حال استمرت المشكلة يمكنك أن تقوم بمحوير الرسالة